أشغال المنظارة الدولية حول العدالة الانتقالية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فرصة لتكريم ثلاث مؤسسات دعمت مصار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويتعلق الأمر بمؤسسة بنك المغرب والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير هذه التجربة يمكن نعتبرها يعني أعطت واحد للوجه مشرق للمغرب لأنها جسدت إرادة أمة من المجتمع من الدولة من أعلى مستوى في الدولة أي على مستوى جهة الملك لتجاوز مرحلة الانتهاكات ولطي صفحة الماضي والمضي قدما في اتجاه مغربيين أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان وجاء تنظيم المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية من قبل مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق تخليد الذكر العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكرا 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 شكرا